اه مبارح اتكلمت مع حضراتكم عن معنى كلمة هجاص وقلت لحضراتكم يعني ايه هذه الكلمة وبتكلم بمنتهى الصراحة بصراحة انا سعيد جدا جدا بردود الافعال على فكرة حقيقة صد اولا لانه من خلال هذا او من هذه من خلال هذه الفقرة بنكشف لحضراتكم كل الحقائق وهذه الفقرة بترد على اي شخص يحاول ان ينال من الاهل او لاعبي او مجلس ادارته وزي ما قلت لحضراتكم دائما هيكون هذا البرنامج وهذه الفقرة تحديدا هي الحق صد القوي لكل الاسماء او لكل الكينات اللي انا اتكلمت عنها سواء لاعبين او جهاز فني في كل الالعاب بالمناسبة وليس في كرة القدم فقط مبارح ناس كثيرة او يكلمتني وقالتلي انت كنت تقصد مين ما قالوليش كنت تقصد مين قالولي احنا عارفين انت كنت بتقولي وتقصد مين وقالولي الاسماء يعني انا الحقيقة ما كنتش اقصد حتى انا كنت اقصد اقول انه ماذا تعني هذه الكلمة في اللغة العامية المصرية ليه انا بقول الكلمة دي عشان فيه بعض 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 البرامج بيطلعوا ناس هذه الكلمة ومعناها الحرفي والحقيقي الدقيق اللي من المعجم عليهم بالزبط مش على حد واحد لا 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 ده هم اربعة خمسة معروفين هنتكلم عن جزء منهم النهاردة في الفقرة بتاعتنا حقيقة صد ولكن انا بتكلم دايما بشكل عام عشان كده لما قلت يعني ماذا تعني كلمة هجاص الناس كلها شاورتلي على واحد واثنين وثلاثة رقم واحد كلنا عارفينه رقم اثنين يعني ثمانين سبعين ثمانين في المئة بس رقم ثلاثة ستين سبعين في المئة بس اللي عارفينه ولكن رقم واحد كله اجماع هجاص يعني اجماع هجاص اول ما تقول هجاص الاجماع على فلان معروف فعشان كده انا بقول لحضراتكم انه انا ما بتكلمش على حد انا بتكلم بشكل عام بشكل عام خلينا نطلع نشوف فقرتنا الاولى فقرة حقق صد